أعزائي متابعي قناة هل تعلم أهلا بكم في كل مكان في هذه الحلقة ستشاهدون مجموعة من أغرب المدن وأكثرها عزلة من الصعب تصديق أن البشر يعيشون فيها لذا تابع الفيديو إلى النهاية وكالعادة وقبل أن نبدأ انزل للأسفل واضغط على زر لايك كبر الشاشة والننطلق سويا سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم مدينة البندقية مشهورة بالمياه التي تغمر شوارعها لكن قليلين من يعرفون أن منطقة مشابهة توجد في نيجيريا على الساحل المطل على المحيط الأطلسي المنطقة عبارة عن مجمع سكني تغمره المياه ويمارس سكانه الذين يصل عددهم إلى مئتي ألف نسمة نشاط صيد الأسماك لكن ورغم أن الحياة هناك تبدو مثيرة للاهتمام إلا أن المنطقة تعاني من تراكم النفايات وغياب قنوات الصرف الصحي كما أن السكان لا يستفيدون من التعليم والرعاية الصحية ظروف الحياة هناك كارثية للغاية نأمل أن يتحسن الوضع عما قريب يعيش أكثر من عشرة آلاف راهب في هذه البيوت الصغيرة القريبة من بعضها البعض إنه معبد لارون جار في الصين وهو أكبر معبد بوذي في العالم يقع هذا المعبد على ارتفاع أربعة آلاف متر فوق مستوى سطح البحر لكن ذلك لا يمنع السياح من الوصول إليه أما سكانه فهم يقضون نهارهم في التعلم ويعودون إلى بيوتهم في المساء وبما أن المباني الرئيسية متواجدة في الأسفل فإن أولئك الذين يعيشون في القمة يعانون كثيرا للعودة إلى بيوتهم الآن سنذهب إلى بيرو وتحديدا لمدينة اللارينكونادا التي تقع على ارتفاع خمسة آلاف متر فوق مستوى سطح البحر مما يجعل التنفس هناك صعبا للغاية تعيش ثلاثون ألف نسمة في المدينة ورغم ظروف الحياة الصعبة هناك إلا أن كثيرين يرفضون المغادرة بسبب عملهم في مناجم الذهب المجاورة كما أن كثيرين يهاجرون نحو المدينة من مختلف أرجاء البلاد أملا في أن البحث عن الذهب هناك سيجعلهم أغنياء لكن ذلك غير ممكن بسبب الشركات التي تسيطر على المناجم لا يتوقع السائقون أعلى الجسر وجود مجمع سكني في الأسفل ذلك ما يحدث في مانيلا عاصمة الفلبين من الصعب تصديق ذلك لكن الناس يعيشون فعلا في هذه الظروف القاسية إنعدام تام للنظافة انتشار الأمراض إضافة إلى ضجيج السيارات الحياة هناك حقا صعبة ما ترونه الآن ليس مجرد منصة بحرية عادية بل إنها دولة كاملة إنها سيلاند وهي أصغر دولة في العالم وتقع في بحر الشمال رغم أن هذه الدولة التي تضم 72 نسمة فقط غير معترف بها إلا أنها تصدر عملتها الخاصة وجواز سفرها الخاصة أيضا كما أن الأجانب يمكنهم التقدم بطلب للحصول على جنسيتها أيضا مدينة يانجين في منطقة التبت أضيق مدينة في العالم حيث لا يتجاوز عرضها أربعمائة متر ورغم ذلك فعدد سكان المدينة يصل إلى أربعمائة ألف نسمة السر وراء ذلك هو امتدادها على طول 60 كم التنقل في المدينة صعب جدا بسبب ندرة السيارات لكن الأمر الإيجابي في ذلك هو توفر الهواء النقي هذه القرية غير مناسبة لمن يعانون رهاب المرتفعات إنها قرية صينية عمرها مئة عام وتقع على ارتفاع مئتي متر فوق مستوى سطح البحر الطريق الوحيد الذي يقود إليها طريق غابوي يستغرق المرور عبره ساعتين من المشي ورغم ذلك إلا أن عدد سكان القرية يصل إلى 18 ألف نسمة رأينا دولة عدد سكانها 72 نسمة لكن ماذا عن مدينة عدد سكانها 270 نسمة وتتكون من مبنى واحد فقط يحتوي هذا المبنى على منازل السكان إضافة إلى كل المرافق التي يحتاجونها إنها مدينة ويتير الأمريكية تقع في ولاية ألاسكا الطريق الوحيد المؤدي إليها هو نفق يعمل من الساعة السابعة صباحا إلى العاشرة ليلا واتجاه الحركة فيه يتغير في كل نصف ساعة سانتا كروز هي جزيرة اصطناعية تقع على ساحل كولومبيا ومساحتها لا تتجاوز هكتارا واحدا ورغم مساحتها الصغيرة هذه إلا أنها تتسع لحوالي 1200 نسمة وذلك يجعل الكثافة السكانية على الجزيرة أعلى بأربع مرات من الكثافة السكانية في منهاتا الحياة هناك صعبة جدا فالجزيرة تفتقر لشبكة المياه كما أن الكهرباء متوفرة هناك لمدة خمس ساعات فقط يوميا لابد أنكم تتساءلون الآن عن سبب بقاء السكان هناك السبب بسيط جدا وهو غياب البعوض بدأت القصة باستقرار بعض الصيادين على الجزيرة وملاحظاتهم لغياب البعوض وغيره من الحشرات المزعجة التي تنتشر بكثرة في كولومبيا ولذلك أصبح غياب الحشرات عامل جذب نحو الجزيرة عثرنا لكم على منزل الأحلام في إيطاليا فوق جبال الألب وتحديدا على ارتفاع ألفي متر فوق مستوى سطح البحر هنا يمكن الاستمتاع بهدوء الطبيعة وجمالها لكن الوصول إلى هناك ليس سهلا أبدا الطريقة الوحيدة هي استخدام طائرة مروحية هل ترغبون بالعيش في منزل عمره 140 ألف عام إنها قرية كندوان في إيران وهي قرية يعيش سكانها داخل بيوت مصنوعة من صخور بركانية تلك البيوت عبارة عن نتوآت صخرية تشكلت بفضل عوامل طبيعية وارتفاعها يقدر بحوالي 100 متر أما عدد سكان القرية فلا يتجاوز 600 نسمة ماذا عن العيش فوق جسر؟ تبدو الحياة هنا رائعة إلا إذا كنتم تعانون من رهاب المرتفعات ترجمة نانسي قنقر 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 جزيرة الحرية هي جزيرة صناعية قام فنانان بتصميمها بالقرب من فانكوفر في كندا تتكون الجزيرة من 12 منصة عائمة وهي غير متصلة بشبكة الكهرباء يتناول سكان الجزيرة المواد الطبيعية فقط وذلك يشمل الأسماك والثمار التي يتم جمعها من الغابات المجاورة وأكثر ما يميز هذه الجزيرة هي ألوانها الجميلة ماذا عن العيش في منطقة قد تغمرها الحمم البركانية في أي لحظة؟ تلك هي حياة سكان جزيرة أوغاشيما اليابانية تضم الجزيرة أربعة براكين خامدة ولكنها قد تثور في أي لحظة في القرن الثامن عشر مثلا ثار أحد البراكين وأجبر السكان على هجرة الجزيرة لمدة خمسين عاما كاملا ولكنهم عادوا إليها لاحقا أما الوصول إلى الجزيرة فهو ممكن عبر الطائرات المروحية فقط ألشعرت أحيانا أن عليك الابتعاد عن كل شيء؟ وجدنا مكانا مناسبا لذلك إنها قرية أدنبرغ في مجموعة جزر تريستان داكونا جنوب المحيط الأطلسي إنها واحدة من أكثر المناطق عزلة فهي تبعد حوالي ألفين ومائة كيلومتر عن أقرب منطقة سكانية أخرى يعيش مئتان وسبعون شخصا تقريبا في القرية والوصول إليها يتطلب رحلة بحرية مدتها أسبوعان سنتجه الآن لأقصى الجنوب وتحديدا إلى القارة القطبية الجنوبية هذه محطة هالي ستة إنها أول محطة عالمية للأبحاث العلمية في المنطقة وهي مكونة من ثماني غرف متصلة ببعضها البعض وقابلة للتفكيك الحياة هناك خطرة للغاية كل شيء في الخارج متجمد والعمل هناك ممنوع بالنسبة لأولئك الذين يعانون من نقص في الفيتامين دي ففي الشتاء تختفي الشمس تماما ولا تظهر إلا بعد مئة يوم تقريبا أصر مالك هذا المنزل في الصين على الاحتفاظ بمنزله والنتيجة أمامكم قررت السلطات الصينية عدم تضيئ الكثير من الوقت في التفاوض معه وتم تمرير الطريق السريع بجانب منزله والآن عليه التعايش مع ضجيج السيارات وانبعاثاتها الغازية ترجمة نانسي قنقر نلتقي في الحلقة القادمة إلى اللقاء إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم